اشتركوا في القناة القلب يخلي القلب جنة يخليها مليانة كل المقامات الإيمانية ونور صدري القرآن يبقى نور في صدرنا ينور لنا طريق حياتنا وذهاء وجلاء حزني القرآن يجلي الحزن من حياتنا يجلي يعني شوفوا الرسول شاب الحزن بإنه يعني ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء الجلاء ده كإنكم كنت تغم وانزاحت حاجة كده وجلاء حزني الحزن ده بيعمل إبان آدم بيخليه مش عارف يفكر مش عارف يشوف وجلاء حزني وذهاب همي ما عدت شاء لا ولا عدت خاف ولا عدت توتر دي عطاءات القرآن للناس اللي بترتوت بكتاب الله شعارات الجزء العشرين الشعار الأول إنهم أناس يتطهرون ألف شكر والله يا باشا والله ألف شكر لما أهل الباطل يشهدوا الأهل الحق أنهم ناس نضاف أنهم ناس أطهار لما والعيادهم بالله أهل القضارة يشهدوا الأهل الدين أنهم ناس نضاف وناس أطهار دي أعظم شهادة نعتز بيها صحيح وما أصدوم بالشهادة دي إن البلد دي بلد مليانة حاجات وحشة واللي يعيش معانا لازم يبقى وحش عارفين الموظف النظيف أنا لإيها ناس أصحابي كده موظف نظيف في وسط مكان كله مرتشين يعدوا يتملقوا عليه الحق ما ينقلوه ما ينفعش ما ينفعش يبقى واحد نظيف وسطنا ولكن كفى بقى شهادة إن أهل الباطل يشوفوا أهل الدين نضاف وأطهار أما يجيب المضطرة إذا دعاك أما يجيب المضطرة ربنا ما قالش يجيب المسلم ولا يجيب المؤمن المضطرة في ناس كتير فاكرة إن الدعاء دا بيستجاب للمؤمنين الصالحين يا جماعة دا أخطر حاجة إبليس لبس بها على الناس ومنحهم من أعظم آية تودهم لربنا ويأجابت الدعاء مين اللي قال إن ربنا بيستجيب للصالح بس مين اللي قال الكلام دا ربنا بيستجيب للي بيتوسل إليه ويتضرع إليه يعني يعني عشان كده أعظم سبب الإجابة الدعاء هو كثرة الدعاء أعظم سبب الإجابة الدعاء هو الدعاء نفسه يعني إيه ادعوا ربكم ادعوا يعني أنا الوقتي طلع على عشر بلطجية بسككين وأنا ماشي الوحدي فأمي نادي بسرعة بقى يا فلاد يا فلاد الرجالة بقى الأقوية أصحابي بقى ييجوا فأنا مش بنادي على مخلوق أنا بنادي على القالط ادعوا ربكم أنا بادعي ربنا يعني كأنك بتستدعي أن يأتي الله معك في هذه الأزمة طيب أم من يجيبوا المضطرة إيه إذا دعاه إذا دعاه وإحنا بندع يا جماعة أكبر سبب إن إحنا ما بنخدش إن إحنا ما بنطلبش ما بنطلبش والله يا جماعة الدعاء ما شرط ليه هو كثرة العبادات وإن كان ده بيخلي الدعاء طبعا أسمع وأعظم وأعظم بركة ولكن حتى العاصي لو رفع إيده وتوسل ربنا يستجيب ليه إذا دعاه وإحنا بندعي للأسف الدعاء عايز مجهود وإحنا ما بنبذلش مجهود بل الدارك علمهم في الآخرة الدارك علمهم في الآخرة يعني هم عارفين إن فيه جنة وفيه نار إنما الجنة دي ما ده خضرة هميرة؟ مثلا يعني هو معلوماته عن هناك أحسن من معلوماته عن الجنة سبعة ألاف مرة هو معلوماته عن القرى السياحية في السحل الشمالي أحسن مئة مرة من معلوماته عن الجنة طب إيه الناره؟ حريقة يعني هو معلوماته عن الفرن بتاعبوتجازبتهم أحسن من معلوماته عن جهنم مئة مرة هو مش فاهب بل الدارك علمهم يعني عدم المعرفة التفصيلية للدار الأخرى لازم تعرف خمسين الف سنة يوم الايامة عارفة تفاصيله خمسين الف سنة مش الناس وقفة كده وخلاص ابعث وبعد كده حشر وبعد كده تطير صحف وبعد كده اقرار الملائكة للعبد على اعمال وبعد كده ميزان وبعد كده جري على حوض النبي وفي ظل عرش الله وفي ارض المحشر وبعد كده اقتياد الجهنم وبعد كده صراط وبعد كده قنطرة وبعد كده مرسم دخول الجنة وفي حوض تاني للنبي عليه الصلاة والسلام قصص وحكاياتها جماعة نحن نعرف فيها ايه؟ لازم نبقى عندنا معلومات تفصيلية عن الدار الاخرى لازم تسمعي كل يوم ولو عشر دقيقة عن الدار الاخرى زمان الجيل بتاعنا في الله وينة الله يعني فيه ناس كتير طلعوا منه ضعاوا اتربى ناس كتير منه ليه؟ احنا كان كل يوم لازم نسمع درس عن الاخرى لازم كل ما يعديش يومين ثلاثة من نسمعش فيهم درس عن الجنة او النار او يوم الايامة لازم اننا نكون عند رسول الله فيحدثنا عن الجنة والنار يوميا ده مجهود يومي ده وردا يومي ده حسب يومي ولو خمس دقايق عن الجنة والنار من جاء بالحسنة فله خير منها مش من عملا الحسنة انا ممكن اكسب في الخليج مليون جنيه وانا في الطريق يتسرقوا مني يجي واحد نصاب ينصب علي ويقول لي هتما اشغلهم لك وياكلهم علي مين اللي عارف يحافظ على دينه من اللي عارف يحافظ على الحسنة بتاعته لحد ما اريدها لحد ما اريدها هي دي قصة مش القصة ان انا عملت الحسنة القصة ان انا حفزت على الجوهرة اللي ربنا الدهالي دي مضيعتهاش في زنوب ضيعت اثارها مضيعتهاش في عمل يحبط الصالحات اصلا مضيعتهاش في رياء وانا بعملها مضيعتهاش حفظوا على حسناتكم دي اغلى حاجة انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء ليه بعد اعبد ربنا قال له كل شيء لان العبادة دي اعظم سبب لعطاء الله وكرمات وعطاءات ربنا والرؤى المبشرة والكرمات الدنيوية وتيسير الهداية وفتح الرزق اعظم سبب لعطاء الله هو العبادة فبعد العبادة ربنا قال افتكر له كل شيء اللي انت بتعبده بيده كل حاجة فاعظم سبب يدك بي كل حاجة هو انك انت تعبده شعارات صورة القصص من نبأ موسى وفرعون الوقت فيه فرعون بس ما فيش مصيب هيدي القصة المصيبة ان يبقى فيه فرعون يبقى فيه واحد متجبر يبقى فيه رموز للفساد وما فيش رموز للدين لازم كل رمز للفساد يقف اصاده رمز للدين فين موسى هذه الجولة فين موسى هذا الزمان فين موسى هذه المعركة فين هذا الشخص شيعا يستضعف هو دي خطة الظالمين دايما انه يقطع الناس يقطع الملتزمين يخلي الملتزمين فرق وعشان ايه عشان يقدر يستضعفهم لان لو كله بقى ايد واحدة فيش حد هيقدر يقف قدام اهل الحق ابدا يا جماعة وتعاونوا على البر والتقوى لازم ايد واحدة ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمة نجعلهم الوارثين نمكن لهم في الارض متوقع ان الستطارة تتفتح بقى على امبلة نووية تنزل على فرعون واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه لما ربنا اراد ان يعمل كل الفتحدي البني اسرائيل اتولد موسى لسه اربعين سنة على ما هيبعث رجل الله عليه الصلاة والسلام كما يعني سمي يا سيدنا موسى ان ارضعيه يبقى ما تستعجلوش كل حاجة ماشية بسنن قد خلت من قبلكم سنن الله لا يعجل اللي عجلت احد ومن تعجلت شيء قبل اواني عقب بحرمانة وهي سنن ونصر الدين له سنن مش هننتصر غلما نتوحد مش هننتصر غلما نتقالف مش هننتصر غلما نكون بيئات الايمان في كل منطقة تلم الملتزمين في كلفة الضحى وصلاة الفجر مش هننتصر غلما ننزل لندس ندعوهم في الشوارع الدعوة مش فضائيات ومساجد بس مش هننتصر غلما نهتم باولادنا ونربيهم مش هننتصر غلما نلتف حوالين علمائنا ومشايخنا ونحترم العلم مش هننتصر غلما نربي الملتزمين والملتزمات الجدد وانطلحهم كوادر يشيلوا الدين من بعدنا مش هننتصر غلما يبقى في حياة اجتماعية ما بين الملتزمين مش حياة الدين خنيئة مش عايشين ما بيتفسحوش ما بيخرجوش زي ما فيه جدية في الدين في حياة اجتماعية في الدين مش هننتصر غلما نتحول لمجتمع مش ملتزمين فرادة متمزقين جزر معزولة بينها وبين بعضها دي سنن يبقى ربنا لما اراد نصر بني اسرائيل اتولد موسى ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثين كلنا عايزين الوارثين كلنا عايزين الدين يحكم مو destac ربنا الاول ائمة لازم الدين يرجع قبل ما الارض ترجع الدين ائمة الارض الوارثين الدين قبل الارض لو الدين رجع ان excluding الملكيها ان يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك قالوا موسى بقية التوراة راجعة طب يا رب احنا عايزين فلسطين ما هو بدم ربنا رجعلك الدين هيرجعلك الدنيا لو تاب عليكي ايقني ان دي الخطوة الاولى ان مشاكلك تتحل وان الابواب المقفولة اللي قدامك تتفتح فاذا خفتي عليه خدي في حضنك اقفلي عليه خدي في صندوق واجري بيه في قلب جبل ادخلي جوه كهف واستخب بعشرين سنة عم فرعون يموت فالقيه في اليمن الثقة في الله التسليم المطلق لله احيانا خوفك على الشيء هو اللي بيضاع الشيء منك احيانا فاذا خفت عليك فالقيه في اليمن انتي هيتشال من ايدك ليد الله ويبخته اللي هترعاه يد الله سبحانه وتعالى وحرمنا عليه المراضع لأ المنظر ده رهيم انا انا بافتكر يا جماعة يعني كل ما يقرأ الاية دي افتكر يعني يعني ابني بقى هو لسه رضيع وكل ولادنا وكلنا اي حد من هنا ابنه مسلا وعنده ثقاف اربع شهور وفجأة وانت في الشارع والولا سرخ وعايز يرضع والولا سرخ طب يعني خلال طب يا حبيبي طب اده طب طب عليه ويسرخ والدنيا تتقلب وانت قلب اب بقى قلبك بيتفرم مع ابنك يعني انت حالف يعني ايه الطفل بتحرم عليه المراضع يعني طفل انا انا سامع صراخ موسى وهو رضيع وصد صراخه بيشؤ قلب امرأة فرعون بيفرم قلب كل عدل وكل ما ايجي سادية يسرخ اكتر ويلفظه طفل بيموت طفل خلاص هيبدأ يحتضر من ال اوعى تفتكر ان اسم الله المانع حاجة وحشان ده ربنا ما بيمنعش علك احيانا الخير غير لان في حاجة اعظم مليون مرة ربنا عينانك ربنا حرم عليه صدور والنساء عشان يرجع لصدر امه عشان ما يرضعش غير من صدر امه خد يبالك المعنى الجبار ربنا ما ارضاش ان موسى يرضع من حد غير امه ده معنى جبار ان ترضيع الام لابنها ورعاية الام لابنها ده اعظم سبب لان الابن يتربى حتى الرضاعة ده نوع من انواع التربية المرأة الصالحة بترضع ابنها النور والايمان مع اللبن اللي بترضعه ابنها معنى جبار فرددناه يا الهي انها نفس الكلمة اللي ربنا قالها لابن موسى ان ردوه يا رب صادق الوعد صادق الوعد ربنا سبحانه وتعالى صدق الوعد فاغفر لي فاغفر له الله طبعا يا جماعنا عامل زي اللي داخل الجنة وقدام انا الصفحتين دول بالذات يعني دول من قصص حياتي الصفحة التالتة والربعة في صورة القصص دي الحاجات اللي احنا عدنا سنين الصفحات دي الزاد الامان بتاعنا في حياتنا فاغفر لي فاغفر له بس كده يعني مش اه يعني الاسرائيلات اللي بتقول بقى داود سجد حتى نبت العشب على رأسه وحتى مش فاغفر لي فاغفر له هي التوبة سهلة كده ربنا يا جماعة طيب اسهل حد تاخد منه ربنا بس انت اقبل على الله ما تنسيش الشعار ده ابدا فاغفر لي فاغفر له هذا من شيعته وهذا من دا دا ربنا مش بيسمع الكلام دا ربنا بيفرجك على مشهد ان انت جوه المشهد هذا هو زي ما اقول لك اشوف دا العمود دا انما دا العمود هذا هذا القرآن بيدخلك جوه المشهد سبحان الله العظيم القرآن فعلا او القى السامعة وهو شهيد اقرأ قرآن وانت عايش تقوم فعلا سيدنا موسى قال رب اني ظلمت نفسي قال رب ما انعمت علي قال رب نجيني عسى ربي ايهديني ربي اني لما انزلت الى ابن خير انفقر رب 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 سيدنا موسى ما كانش عنده في قاموس حلول مشاكل حياته غير الكلمة واحدة بس يا رب هي اللي خدها كل حاجة من ربنا كلمة يا رب يا جماعة سيدنا موسى حل جميع مشاكل حياته بكلمة يا رب كلمة يا رب هي اللي كل ازمات حياته واجهة بيها قال ما خطبكما الله عشهامة الله عشهامة بعد الندالة بقى بتاعت الرجل اليهودي اللي تسبب في تعطيل الدعوة عشر سنين بسبب ندالته قال يا موسى اتريد ان تقتلد ندل ده رجل ده جاي انقذك بتفضحه بتفضحه ايه الحقد لجواك ده بتفضحه فالندل ملتزم اخلاقه الفاسدة عطلت الدين عشر سنين لان موسى قعد عشر سنين برا ما كانت دعوة عشر سنين بسبب اخ واحد اخلاقه وحشة فدين ندالة بعدها قصة الشهامة قال ما خطبكما اتنين ستات بيشتغلوا ليه ايه المصيبة اللي خلت ستة تخرج من بيتها تشتغل ده لما كان في مرؤة انا اسف يا شباب انا اسف ده لما كان في مرؤة ده لما كان في مرجلة وحقيقي الخطب هو المصيبة العظيم والامر العظيم ما خطبكما فسيدنا موسى تدخل بشهامة فالشهامة من صفات الانبياء لما تبقى راجل مواقف الشهامة من الامان لما يبقى عندك شهامة ربنا هيصطفيك ربنا هيصطفيك لدين ولان ربنا سبحانه وتعالى بيحب الانسان الشهام واذا كان تدي الشهامة مع فتتين امال الشهامة مع الدين امال الشهامة مع الدعوة لما الدعوة تحتاج امال الشهامة في انقاذ الكفار اللي بيموتوا على الكفر ودعوتهم امال الشهامة في تربية اولاد المسلمين بلان ما يطلعوا يطلط طمم في المواقع الاباحية والسوشيال ميديا يلاقوا حد ياخد بأيديهم امال الشهامة مع الملتزمين الفقرة ان احنا نجري ونحاول نساعدهم امال الشهامة مع الراغبين إلى الله نحن نعلمهم القرآن والسنة والعلم الشرعي ونرحمهم من عذاب الشتات اللي هم عايشين فيه وما للشهامة بقى في الدين يبقى ثوابها إيه إذا كانت الشهامة في الدنيا ربنا حل الموسى كل مشاكل حياته بيها اتجوز ولقى شقة إني أريد أن أنكحك يا أبا تستأجر شقة ووظيفة وعروسة وسكن ومهنة بسبب الشهامة يا بخت الرجالة على أن تأجرني ثمانية حجج شوفوا الرجل بيكلم عريس بنته بيقول له إيه بيقول له الثمانية سنين ده إعجاز اختار اللفظه في الكرآن ثمانية حجج لأن الحجة دي وكل الأنبياء كانوا بيحجوا الحجة دي بتروح تحج في الكعبة أكتر ما كان فيه حرمات لله في الأرض فكأنه بيقول له أنا أسلمك بنتي بنتي دي إيه حرمة يعني المرأة حتى يسموها في اللغة العمية حرمة يعني يعني اسكوتي يا حرمة تعالي يا حرمة فبيقول له أنا أسلمك بنتي بنتي دي يعني كأنها حرمة من حرمات الله ابتق الله فحجج لإنك يلي بتحج ومتعظم حرمات الله إعرص إنما أخذتم وهن بكلمة الله شوفوا المعنى الكبر عشان كده ما تجوش بنتك غير اللي عارف يعني هي حج ما تجوش بنتك غير اللي عارف يعني هي حرمات الله فهيستحرم انه ينايمها معياطا هيستحرم انه يكسر قلبها هيستحرم انه يهنها قدام الناس هيستحرم انه يرمها في يوم الايام رجل الدين هو اللي فعلا رجل الدين والاخلاق هو اللي تسلم له بنتك ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها بنتك دي اعظم امانة ما ترمهاش لواحد مع فروس وخلاص ما ترمهاش لواحد مع مركز وخلاص ما ترمهاش لواحد عنده عربية ثلاثة متر وخلاص الى اهلها ان ابي يدعوك الله اكبر شوف البنت ببنت راجل فعلا تستهل انها تتجاوز نبي اول كلمة جيال وخلاص ابقى شيخ كبير ومش قادر هي اللي رايحة بقى فعلى استحياء تمشي على استحياء قالت يعني تمشي على استحياء وعلى استحياء قالت مشيها بحياء وكلامها بحياء ان ابي هي دي البنت اللي البنت راجل اول كلمة بتقولها ان ابي ابويا قبل يدعوك ان ابي البنت كلمة اللي البنت ما بتقولهاش خالص لما تتعرف على يا شاب ابويا كاي ابن توادي هتنعمه هتنفشه وفي رجل وراها هي دي البنت المحترمة اللي لما تضطر انها تتعامل مع الرجل في موقف من الموقف العملية تتعامل بقمة الاحترام الكلمة اللي نختم بيها بقى اني انا ستنارة ده السلسلة كلها اسمها اني انا ستنورة يبقى ما زال من اقافش مع اني انا ستنار بيموت بيموت يعني سيدنا موسى في الصحرا ياما ناس متت في الصحرا من التوهان في وسط جبال في وسط زئاب وديابة الجبال في وسط الظلام ممكن وحش يطلع ياكله المطر بيشتي مفيش نار هيموت من الجوع كل اسمام الموت اجتمعت عليه وبيقول اني اناست يعني اقتنس اول ما شاف النار اتخطف من مراته اتخطف من ازماته وحسب الانس وجيري على هذه النار كذلك القرآن اني اناست نورة المفروض القرآن ده يختفنا من الدوديا ومن مشاكلنا ومن همومنا ويدنا يقين ان كل مشاكل حياتنا تتحل في لحظة زي اليقين اللي جي في قلب موسى لما شاف النار اني اناست نورة عشان نختم يا موسى اقبل ولا تخاف اقبل ولا تخاف اوعي تخافي من طريق ربنا اوعي تخافي يا موسى اقبل ولا تخاف اقبلوا على الله ولا تخافوا اختاري ربنا يا بغت اللي هيصبر على باب ربنا يا بغت اللي هيختاروا ربنا اوعي تخافي كل ما هتقبل على الله لن تجد الا عطاء الله وعباد الرحمن كل ما تعبوديه كل ما هينزل عليك رحماته سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك اتوب اليك شكرا للمشاهدة